اشتركوا في القناة ينطلق هذا الشوط شوطنا ايضا الاول الرئيسي لفئة الجعدان ينطلق هذا الشوط يحمل اسماء مميزة وشعارات رائعة حاضرة بهذا الشوط انطلق مباشرة ليتعرف على مقدمة شوط جدا برق يتيلم حمد بن سالم بن دري الفلاح يقدم برق على المركز الاول وعلى صدارة شوط المركز الثاني يتينا على المركز الثاني لمايد بن محمد بن عتيج المقعودي الفلاسي يقدم لنا هذا الاسم المميز ويقدم لنا هذا الشعار الرائع والجميل وايضا ناصعي مهير بن علي بن راشد بن كليبيتي مع انطلاقة وتحتيات القادم ناصعي وايضا من الجانب الاخر التدخل هناك من القادم الكهرب يقدم خليفة بن حمد بن سليم يقدم لنا الكهرب بهذا الشوط القوي الحامل لهذه الاسماء وايضا المركز الخامس هناك الوصول والقدوم من القادم الفاتن سعيد بن طارش بن مبارك بالقوبع يقدم لنا هذا الاسم المميز وايضا المركز السابع الواصل والقادم والمنطلق بهذه اللحظات نجد فرج بن راشد بن سرداح الاكتب يقدم لنا هذا الاسم المميز وايضا الفائز عبدالله بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري قادم بهذه اللحظات من حباب وايضا الوصول والقدوم على المركز التاسع اللي وصل وتدخل مياس لهجن ساحة السلم اسهيل بن مبارك بن مرخان الاكتب وعاشر المراك الشديد اسماعيل بن محمد بن عبد الرسول الزجالي هذه الاسم المتقدمة وهذا الشوط الشوط الأول لفئة الجعدان ننطلق هناك إلى البداية إلى هجن الدشبا تتقدم على المركز الأول بقيادة سالم بن سعيد يقدم لنا شاهين يقدم لنا شاهين بهذا الانطلاق المميز مع هذه الأسماء الغوية مع هذه الشعارات الحاضرة مع أولي الأشواط وهجن الدشبا تتقدم على البداية تتقدم على المركز الأول ولكن ابناء المتام حاضرين على المركز الثاني وهناك القادم والمنطلق ناصي أمهير بن علي بن راشد بن كليب يأتي على المركز الثاني مقدما انطلاقة ناصي وتحدياته الجميلة أيضا المركز الثالث شوف الغادم والمنطلق بهذا الانطلاق الرائع الحامل لهذه الأسماء القوية الفائز عبد الله بن ناصب المحمد بن حباب الهاجري غادم 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 على المركز الثالث والمركز الرابع الوصول والغدوم من نجده فرج بن راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبية غادم بن سرداح على المركز الرابع والمركز الخامس الوصول والغدوم مع شعارك يا سعيد يا بن طارش يا بن مبارك يا بن قوبع يقدم لنا مياش ويأتي شعار المقعودية مع فوضوية يقدم مايد بن محمد بن عتيج المقعود الفلاسي لكن البداية لكن البداية ومقدمة شاط يأتي شعار ند شبا شعار هجن ند شبا مقدما لنا شهين مع هذه العروض الجميلة مع هذه الانطلاقات المميزة مع هذه الأسمار رائعة هجن ند شبا تقدم لنا شهين بغيادة سالم بن سعيد ولكن بن كليب غادم مع نازي مهير بن علي بن راشد بن كليب الاكتبية والمركز الثالث القادم شعار فرج بن راشد بن سرداح ويأتي دكتور الأصايل يقدم الأسعد لسلمان بن علي بن سلطان بالرشيدة الاكتبية غادم مع الأسعد مع الأمتار الأخيرة مع الأمتار والثمانمائة متر النهائية والفوز هناك مع المركز الأول جن ند شبا تقدم لنا شهين ولكن دكتور الأصايل دكتور الأصايل غادم على المركز الثاني يقدم لنا الأسعد الأمتار الأخيرة وبن كليب مهير بن كليب الاكتبية ولكن هجن الد شبا هجن الد شبا مع شهين مع شهين إذن هذه هجن الد شبا تسيطر على المركز الأول ولكن سلمان بن علي بن سلطان بن رشيدة الاكتبية غادم مع الأسعد مع الأمتار الأخيرة مع الأمتار المجنونة هجن الد شبا وأبناء العوير وأبناء العوير دكتور الأصائل وأيضاً هجن الدشبة الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة ولكن سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد كما قدم وعد بالشواط الأول الرئيسي يأتي بأول أشواط الجعدان مؤكداً الحضور الممتاز مهدياً أبناء العوير الأشواط الرئيسية مشكور يا أبو سلمان مشكور يا دكتور الأصائل من قدم الاسم المميز الأسعد المركز الثاني المركز الثالث المهير بن كليب المركز الثالث فوضوي مايد بن محمد بن عتيز المقعودي المركز الرابع اللي فرج بن راشد بن سرداح المركز الخامس اللي وصل هو الفايز عبد الله بن ناصر بن حباب الهاجري التوقيت سد دقائق وواحد وعشرين ثانية التهانينة والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك الأسد سلمان بن عليب السلطان بن رشيد أهل اكتبه على انتزاع الأسد للمركز ألوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر